وأنا أريد أن أفكر ماكرون بما قاله وزير المستعمرات الفرنسي لكوست في ذكرى مرور مئة عام على احتلال فرنسا للجزائر جريدة الأيام في عددها الصادر بتاريخ 6 كانون الأول سنة 62 نشرت أن الحاكم الفرنسي وقف في الجزائر وقال يجب أن نزيل القرآن العربية من وجودهم ونقتلع اللسان العربية من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم وبعد الكلام ده بسنوات قليلة قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية فتم انتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية ولقنتهن الثقافة الفرنسية وعلمتهن اللغة فأصبحنا كالفرنسيات وبعد 11 سنة هيأت لهن حفلة للتخرج ودعي إلى هذا الحفل وزراء ومفكرون وصحافيون وحينما ابتدأ الحفل فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بكامل لباسهن الإسلام الجزائري فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتسألت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما فأجاب وزير المستعمرات الفرنسي لكست وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا القرآن باق ودين الإسلام العظيم باق ولن تتخلصوا منه أبدا concentق بالفعل